اعتقد معظمنا بيتفق على ان القطط والبشر بيختلفوا اختلاف كبير فاحنا البشر بنعتبر نفسنا اكثر تطور كنوع اعلى وده مش بسبب زكاءنا الفائق وبس لأ ده كمان علشان احنا كبشر ألسقنا بنفسنا الاخلاق والفضيلة فعلى عكس القطط احنا بنعرف ايه هو الخير وايه هو الشر والصحة والغلط وبنطمح ان احنا نتجاوز ميولنا الحيوانية وده بحجة ان احنا عايزين نحسن اخلاقنا ونخلي العالم مكان افضل ولكن بقى من ناحية تانية فالقطط ما بتهتمش خالص بالاخلاق وما عندهمش اي طموحات علشان يحسنوا العالم او حتى يحسنوا نفسه ففي معظم الاوقات القطط بتظهر انها حيوانات غير مهتمة باي شي فهي ما بتهتمش او بالقطط اللي حواليها ولا حتى اصحابها او مالكيها الناس اللي بيقتنوه ولكن هل ده معناه ان القطط كائنات غير اخلاقية ومعندهاش قلب او هل القطط من وجهة نظر فلسفية معندهاش اخلاق او فضيلة هو ده اللي هنعرفه في حلقة النهارده اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد من سرديد فوفقا للفيلسوف جون جري مؤلف كتاب فلسفة القطط على القطط ومعنى الحياة بيقول ان القطط عندها اخلاق وهي برضو عندها مقدرة على الحب والمواد وده حتى لو كانت القطط عندها سلوك تجاهلي وغير مبالي ومهمي ولكنهم في نفس الوقت بيهتموا كده بشوية حاجات بشدة ولكن بشروط وكمان لو كانت الحاجات دي بتنسيبهم يعني فعلى عكس البشر القطط ما عندهاش اديان او فلسفات اخلاقية او اي نظام خارجي تاني بيفرض عليها اخلاقيات او قواعد معينة تعيش بيه وهم اساسا مش محتاجين اي حاجة من دي علشان يعيشوا حياة القطط بشكل كامل فاخلاقيات القطط او فلسفتها يعني بمعنى ادق بتيجي من جواه وده لانها بتعرف بالزبط ازاي تعيش فاحنا ممكن نشوف او نقول ان فلسفة القطط هي فلسفة مضادة وده لانها بتتحدى الفلسفة التقليدية وبتقدم منهج اكثر بدائية للحياة فشون جيراي بيبدأ تفسيره لفلسفة القطط عن قصة لفيلسوف اكد له ان اقنع قططه انها تصبح قطة نباتية وجيراي طبعا اعتقد ان الفيلسوف ده بيهزر قطة بقى نباتية ازاي يعني ولكن الموضوع ما كانش اهزار فزمينه الفيلسوف عمل كده فعلا او اعتقد انه عمل كده فهو اعتقد فعلا ان قططة اختارت نظام غزائي خالي من اللحوم ولكن اللي اتضح بعد كده ان القطة اصبحت نباتية ولكن في البيت بس ولكن بعد كده كانت بتكمل نظامها الغزاية عن طريقها تقوم باستيادة طيور والفئران والحيوانات فالقصة ده بتوضح لنا ان القطة ما كانتش مهتمة اصلا بالفكرة الاخلاقية بتاع صاحبها واللي كانت متمثلة في انه يقوم بازالة اللحوم من النظام الغزائي بتاعها وده علشان خاطر الحيوانات التانية فالقطط تعتبر بطبعتها حيوانات اكلة للحوم وده معناه ان اجسامها محتاجة للحوم علشان تقدر تنمو وتستمر فالنظام الغزائي الخالي من اللحوم ممكن يكون مناسب لكائنات تانية اكلة للحوم زي البشر مثلا ولكنه مش مناسب خالص للقطط ولكن على الرغم من ده القطة منزعجتش خالص من محاولة صاحبها او ملكها انه يخليها انها تتابع نظام غزائي نباتي ولكن بالعكس هي تقبلت الموقف جدا ولكنها في نفس الوقت شقت طريقها الخاص علشان تلبي احتياجاتها الفطرية الطبعية فنية الفيلسوف ساحب التجربة دي في انه يفرض اخلاقه البشرية على قططه كانت حاجة محل شك فالقطط اصلا مش محتاجة اخلاق علشان تعيش فهم عارفين بالزبط وهم محتاجين لايه وعارفين كمان يعيشوا حياتهم ازاي وبالاضافة لده كمان فالقطط وعلى عكس البشر دايما سعيدة ومرتاحة وراضية وقنوعة ومش محتاجة لاي مشورة اخلاقية من اي نوع وعلشان كده جري يوصل في النهاية لان الفيلسوف هو اللي ممكن يتعلم من القططة مش العكس فالبشر دايما عموما مش راضيين عن طبعته وهم في سعي مستمر علشان يكونوا حاجة غير اللي هم عليها فعلا وسعيهم ده بصراحة يعني بيوصل في بعض الاوقات لمستويات سخيفة وكمان البشر بيعانوا من قلق وجودي مستمر وعلشان كده هم متشبثين جدا بالفلسفة والدين وده على امل يعني انه يجاوبهم على اسئلتهم الوجودية الكتيرة وانهم يستعيدوا شعورهم بمعنى وجودهم في الحياة فالبشر دايما محتاجين للاخلاق والدين او لقواعد تحدد لهم ايه هو الخير والشر وكمان تعرفهم ازاي يتحسنوا او ما يكونوش اشرار وبصراحة موقف جري من الاخلاق هو موقف غريب شوية فهو شايف ان معظم او كل القواعد والاخلاق دي هي في الاصل نتيجة خيال الناس فهو شايف ان مفيش اي حاجة من اخلاقنا اي حاجات صحيحة بطبعتها وده لانها احكام نسبية فالتصرف الاخلاقي لشخص ما ممكن ما يكونش كده لواحد تاني وهو كمان شايف ان الاخلاق زيها زي الملابس بتخضع للموضة يعني التصرف اللي بيعتبر اخلاق النهاردة ممكن بعد كم سنة ما يبقاش اخلاق بيخرج ويدخل من الموضة زي الملابس كده فجري بيقول ان الاشخاص اللي بيدعوا انهم اصحاب اخلاق بيعبروا عن مشاعرهم ببساطة وبيعبروا عن مشاعرهم تجاه اي حاجة من غير تزييف وانهم بيستخدموا الحقائق او المسلمات من وقت للتاني علشان يدعموا بيها اخلاقهم دي اللي هي بالنسبة له يعني حاجات نسبية وبيقول ان الناس على استعداد انهم يقوموا بفرض اخلاقهم الغير عقلانية او النسبية دي على الناس التانية وانهم على استعداد انهم يدفعوا عنها بمنتهى العنف والقوة وكمان انهم على استعداد انهم يقوموا بمحاكمة الناس اللي بتختلف عنهم في الاخلاق النسبية دي ولكن بقى من ناحية تانية فالقطط متصلحة تماما مع كونها قطط وطالما سلامتهم وراحتهم ما بتتعرضش لاي نوع من التهديد فهم بيكونوا راضيين بشكل كامل عن كل حاجة في العالم حواليهم فهم ما عندهمش أي شعور أنهم محتاجين أنهم يغيروا طبعتهم وكمان مش محتاجين أي قواعد تقولهم يعيشوا إزاي وحتى لو قبلوا أي حد من الناس السخيفة اللي عندهم شعور أو احتياج أنهم يغيروا كل حاجة حواليهم سواء في نفسهم أو في اللي حواليهم أو في أي حاجة في العالم فهم بكل بساطة بيبعدوا عنهم ويتجهلوا فالقطط ببساطة ما بتعملش إلا الحاجات المناسبة للقطط وبس وبتتجاهل بكل بساطة الفلسفات الأخلاقية الاصطناعية لمنصنع الإنسان والعقائق الدينية والأفكار الأيدولاجية ولكن وبالرغم من ده فجري شايف أن الأطط مش غير أخلاقية ولكن أخلاقهم بتنبع من الفطرة بتاعتهم مش من أفكارهم فمثلا الأطط ممكن تكون شجاعة جدا وممتازة في تعديم الرعاية والحماية لأطفالهم ولكنهم ما بيعملوش ده علشان يغدوا الثناء والاحترام والقبول من الأطط التانية أو من أصحابهم اللي بيمتلكوهم أو بيقتنوهم فشجاعة الأطط هنا نبعة من أنها بتصب في مصلحة أطفالهم اللي هم بيحموهم ويهتموا بيهم بشدة ولكن في حالات أو في مواقف تانية الأطط بتقرر أنها تهرب منها بمنتهى السرعة وده لما تحس أن حياتها معرضة للخطر فالشجاعة هنا هي حاجة نبعة من الفطرة بتاع الأطط مش حاجة بتفرضها عليها المعتقدات والأفكار أو البيئة اللي هي عايشة فيها فكونوا بيظهروا جبنة في مواقف كتيرة جدا ده مش حاجة وحشة أو حاجة مشينة بالنسبة لهم بالعكس ده طبيعتهم اللي بيتقبلوها وبيتعايشوا معها بمنتهى الرضا فالفلسفة الطبيعية النقية للأطط ده بتريحهم من عبق كبير جدا وده في أنه ما بيفكروش في إيه هو الخير والشر أو إيه هو الأخلاقي والغير أخلاقي أو المفروض يعملوا إيه أو ما يعملوش إيه أو نظرة الأطط اللي حواليهم ليهم هتكون شكلها إيه فهم بيعملوا بس اللي بتخليهم أو اللي بتتفحهم طبيعتهم إنهم يعملوه وعلشان كده فالأطط بصفة عامة هي كائنات هادية ووديعة وبالها مرتاح مش مشغول وده على عكس البشر اللي بصفة عامة برضو بتعذبهم كل الأفقار والمعتقدات من كل نوع ودايما بالهم مشغول وفي حال التفكير مستمر واللي بتوصل بيهم في بعض الأحيان لحالة من الجنون التاني فجريبي يقول إن القطط وده على العكس كتير جدا من الحيوانات التانية إن الإنسان مقدرش يدجنها أو يستقنسها والمقصود هنا بكلمة استقناس أو تدجين إنه مقدرش إنه يخل القطط تمشي على مزاجه فالكلاب مثلا أصبحت جزء من البشر وبتنتمي ليهم بشكل كبير جدا زيهم زي الأبقار والخيول واللي قدروا إنهم يقوموا بخدمة البشر وده عن طريق إنهم يتعلموا أداء شوية مهام كده معينة ولكن بقى القطط مش كده أي نعم هم عندهم مهارات مفيدة جدا في الصيد بالنسبة للإنسان ولكنهم بقى ما بيستدوش بأمر مش زي الكلاب مثلا يعني أنت ما تقدرش تؤمر القطط أنها تقوم باستياد حاجة معينة أو تطلب منها أنها تجيب لك حاجة معينة وتجيلك وتنفس ده لا ما بتعملوش فمن حوالي 12 ألف سنة والقطط بدأت تعيش مع البشر في تجمعات زراعية في الشرق الأدنى في دول العراق وتركيا والأردن وفلسطين وبسرعة البشر لحظوا مفيدة القطط في الصيد وده في مقدرتها على استياد القوارض والحيوانات اللي بتأثر على مخازن الحبوب ومن ساعتها والبشر بيحط القطط في المخازن والسفن والبيوت علشان يستفيدوا بيها ولكن بقى لو جدت بص على العلاقة دي من منظور تاني فهتلاقي إن القطط هي اللي بتستفيد أكتر من علاقتها مع البشر وده لغاية النهاردة والاستفادة دي بتتمثل في خدمة البشر للقططط فالبشر بيقدم للقطط الإمدادات الغذائية الثبتة والمقوى فممكن تكون القطط مفيدة للبشر إلى حد ما وممكن تكون القطط حبة شراكتها لنا في الحياة ولكنها في نفس الوقت مش محتاجة لنا خالص فالقطط ما بتبصش لنفسها على أساس إنها ملكية خاصة للناس اللي بتعتني بيها فهم أي نعم ممكن يكونوا مغرمين جدا بأصحابهم اللي بيقتنوهم من البشر ولكنهم في نفس الوقت يعني ما بيتمسكوش بهم خالص فهم لو حابين يفضلوا معنا بيفضلوا معنا مش حابين بيمشوا بمنطقة البساطة وطول ما الناس بتديهم أكل هيفضلوا ياخدوه ولكن بقى الناس لو توقفت عن ده فالقطط بمنطقة البساطة هترجع تصطط تاني وعلشان كده وزي مجري بيقول فالقطط هي اللي قامت بتدجين البشر مش العكس وده من خلال إنها قدرت إنها تخلي البشر تحبهم وكمان القطط ما إيش أنواع أو كائنات جماعية فهي كائنات فردية جدا ما بيتحاونوش مع بعض إلا عند الضرورة القصوى ولكنهم بشكل عام بيشتغلوا بشكل فردي تماما ما بيهتموش خالص بهوية المجموعة ولا بيفرق معهم خالص حتة الشعور بالانتماء دي وكمان ما بيحتاجوش إنهم يحسوا بالقبول من الآخرين وكمان برضو بالتأكيد ما بيهتموش خالص بآراء ومعتقدات القطط التاني عنهم فالقطط بكل سهولة بتقدر إنها تعيش حياتها بشكل فردي تماما وده طبعا على عكس البشر تماما اللي ما بيستحملوش الوحدة أو إنهم يصحبوا نفسهم وبيدوروا باستمرار على جميع أنواع التسلية اللي بيتخليهم يقدروا يتعاملوا مع قلقهم الفطر وتبعدهم عن واقع الحياة زي الألم واليموت والخسارة والفقد فالقطط مش محتاجة إنها تهرب من نفسها ومتصلحين تماما مع أي موقف أو ظرفهم معايشين فيه طيب إزاي القطط وعلى عكس البشر دايما سعيدة ومشعة ومنطلقة فجري بيقول إن سر سعادة القطط هي إنها ما بتعيش حياتها على أساس إنها قصة أو حكاية مش عايشة في دراما يعني فالقطط مش كائنات وعيا بذاتها وما بتلاقيش أي معنى في إنها تبني قصة عن حياتها وده على عكس البشر اللي موهوسين بالقصص اللي ميالين دايما لإنشاء أو البحث عن رواية تشرح سبب وجودهم والعالم اللي حواليهم وغالبا القصص اللي بيقولوها عن نفسهم أو لنفسهم بتكون قصص هشة وعلشان كده بيلجأوا دايما للدين والفلسفة علشان يخلوا القصص دي أقل هشاشة وأكثر أمانا فما فيش حاجة بتضر سعادة الإنسان أكتر من قصة مأساوية محطمة واللي احنا يعني بصراحة عندنا كتير جدا منها وعلشان كده في حالة الإنسان الافتراضية هي حالة بقصة على طول فالإنسان دايما بيفكر وألآن ومش راضع عن أي حاجة حواليه وعلشان كده بيحاول دايما إنه يهرب من كل ده ولكن بقى وعلى العكس من ده فالحالة الافتراضية للقطط دايما هي السعادة فعلى الرغم برضو من إن القطط بتواجه مشاكل ومحن كتيرة جدا إلا إنها بتأثر عليها بشكل مختلف جدا عن البشر لأن القطط ما بتخلقش من المشاكل أو المحن دي قصص أو تاريخ وكمان ما بتبنش عليها أي مستقبل محتمل أو متوقع فالسانحة للقطط بيقول إن التاريخ أو المستقبل مش مهتمين بينا فليه نهتم بيهم؟ وكمان ما بيفكروش في حاجات كتير الإنسان بيفكر فيها بشدة وبقلق زي الموت والمرض مثلا فهم بيأكلوا وبيناموا لما يحسوا إنهم محتاجين لده وبيدفعوا عن نفسهم وأطفالهم لو اضطرتهم الظروف لكده ولكنهم في نفس الوقت ما بيقدوش وقتهم خالص في القلق بخصوص أي حاجة من الحاجات دي وعلشان كده فالقطط هي من أكتر الكائنات النكحة جدا والمنتشرة بكثافة في كل عالمنا دلوقتي وبتنمو وبتزدهر كل يوم أكتر عن التاني وهي أكتر الكائنات اللي بتاخد أكبر قدر ممكن من الاهتمام والرعاية من الإنسان يعني باختصار كده إحنا كابن قدمين إحنا اللي شغالين عند القطط وهم بيقابلوا كل اهتمامنا ورعايتنا دي بكل عدم اهتمام وتجاهل وعلشان كده أي حد بتعامله بتأدير وباهتمام وهو بيقابل ده بتجاهل وعدم اهتمام فتلاقينا عندنا هنا في مصر بنقول عليه المثل الشهير عامل زي القطط يأكل وينكر طيب القطط ممكن تعلمنا إيه عن السعادة؟ أول حاجة نقدر نتعلمها من القطط علشان نكون سعدة زيهم إننا ما نحاولش إن إحنا نكون قطط فجري بيقول إن إحنا لازم نتقبل ونتعامل مع طبعتنا كبشر وما نحاولش إن إحنا نغير ده فطبعتنا إن إحنا دايما بنخلق قصص بنحور يعني وبرضه من طبعتنا إن إحنا دايما مش راضين عن حياتنا ولازم يكون في حياتنا دايما شكلي من أشكال الدين وبرضه دايما بنهتم بالفلسفة فالقطط مثلا لو قدرت إنها تفهم أو تستوعب أفكارنا الفلسفية فبنسبة كبيرة جدا مش هتاخدها بجدية أو هتلعب بيها زي لفة الصوف وهتكون ليهم مش أكتر من تسليل يعني جري عايز يقولك ببساطة علشان تعيش حياتك سعيد لازم تكون عامل زي القطط لازم تعيش على طبيعتك وتتقبلها وما تشوفش إن دا عيب أو نقص فيك ففي النهاية جري بيقدم لنا عشر نصايح للحياة السعيدة واللي استمدها من تجاربه مدى الحياة مع القطط فأنا هقول لكم ثلاثة منهم والسبعة التانيين موجودين في الكتاب إنك ما تحاولش أبدا إنك تقنع الناس إن هم يتصرفوا بعقل أو بعقلانية فجري بيقول إن محاولتك علشان تقنع الناس إن هم يتصرفوا بعقلانية بتشبه بالظبط محاولة إنك تخلي القطط كائنات نباتية واللي معناه إنك مش هتقدر تعمل ده وده لإن معظم الناس اللي بتحركهم هي العواطف مش العقل وبيستقدموا العقل بس وبشكل أساسي علشان يدعم فقط الحاجة اللي هم بيؤمنوا بيها ولكن مش علشان يحدد إذا كان الحاجة اللي بيؤمنوا بيها ده صحة أو غلط وعلشان كده لو كنت منزعج من قلة العقل بتاع البشر فأعمل زي القطط ابعد وتجاهل بس النصيحة الثالثة بتقول لا تبحث عن معنى المعاناة فجري بيقول إن في خطر كبير جدا إن البؤس بتاعنا ده يبقى هو الحياة فالمشكلة إن حياتنا كلها بتدور حوالي المشاكلنا وده طريقة سيئة جدا علشان نعيش بيها هتبقى حياتنا كلها نكت في نكت وعلشان كده لازم نعمل زي القطط نبعد عن كل المشاكل والمعاناة ونتجنبها النصيحة الخامسة انسى السعي ورا السعادة وربما تجدها فجري بيقول إنك مش هتلاقي السعادة لما تجري وراها لأننا أصلا مش عارفين إيه اللي ممكن يخلينا سعدة في حياتنا فطريقة القطط إنها تحس بالسعادة هي إنها تعمل حاجة مثيرة للاهتمام تعمل حاجة جديدة فده بس اللي هيخلينا سعدة ومن غير ما نعرف أي حاجة عن السعادة فالقطط ما تعرفش إيه هو مفهوم السعادة ولا يعني إيه تكون سعيدة هي بس سعيدة سعيدة